أهلا وسهلا فيكم من جديد لطالما الحديث والمطالب بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع حاضرة على كافة الأصعدة لكن السؤال هنا كيف؟ كيف يمكن الدمج بدون توفير أبسط الاحتياجات؟ وضمان الحق الأساسي في الحركة، في التنقل، استخدام المرافق العامة على الأقل بالتالي تقليل من شعور ذوي الإعاقة في الإحراج أو حتى في العزلة لازم نحقق هذا الهدف، بعدين نحكي عن دمج حقيقي لذوي الإعاقة والانخراط في المجتمع بشكل أكبر عشان هذا يكون تحصيل حاصل بالنهاية هذا ما يتمل عليه بشكل أساسي من خلال حملة تحت عنوان حق ذوي الإعاقة في الوصول والموائمة معنا من مؤسسة ساند إيف بسعرنا يكون ضيوفنا معنا من داخل السوديو طارق إتكيدك هو محامي مشرف قانوني على المشروع من المؤسسة وبسعرنا يكون معنا أيضا الأستاذ زياد عمر مستشار المناصرة والإعلام لمؤسسة ساند إيف صباح الخير شكرا على حضور سبحانه أهلين أهلين فيكي وجميع المشاهدين كيف أصبحته؟ أستاذ زياد هاي مش أول الزيارة اللي إلك عندنا فإحنا ساعدين يعني كمان بنشاطك دائم نبدأ معك طارق تحكي لنا أكثر من وين انطلقت فكرة الحملة فكرة الحملة اللي هي الحق في الموائمة وحرية الحركة والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة انطلقت من مشروع تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في الوصول والقدرة على الحركة بشكل مستقل وآمن وبكل أريحية بدون الحاجة لمساعدة أي شخص الفكرة أنه انطلقت في مشروع حق الموائمة ليه اخترنا هذا الموضوع عن باقي الحقوق للأشخاص عن الحقوق الثانية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي زي ما يحكي زي فكرة الحق في التعليم الحق في الحياة المستقلة أن الحق هذا حق الموائمة أو مكافة مصطلحاته الإتاحة حرية الحركة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ويعتبر أحد الحقوق الأساسية والمهمة لقدرة الأشخاص عشان يقدروا أشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ كامل حقوقهم التاني إذن هذا بشكل أستاذي والقدرة الفكرة اللي مدحكيها أنه القدرة على الإدماج في المجتمع لأنه يعتبر الحق الأساسي ترفع أن الحقوق الإنسانسي ولمطنعة أن الحقوق الإنسانسي هي الحرية الحركة عشان هذا كان مهم إليك أستاذ زياد تحكي لنا أكثر إيش المقصود في الملائمة لهذا تطرح هذه الحملة بقوة على غرار مطالبات ممكن أخرى الملائمة بكل بساطة هي مسألة إليها علاقة بإمكانية ضمان حق الأشخاص في الوصول كيف أضمن حق الوصول لأمي أي مكان والوصول إليه ودخوله واستخدامه والخروج منه بحرية واستقلالية وكرامة إنه أنا بدي أفتح المكان عشان يكون الأشخاص دولة عاقة الحركية اللي بيستخدموا كرسم وتحرك قادرين يدخلوه ويستعملوه ويخرج منه هذا للأماكن بالنسبة للسلع أو الأجهزة والمعدات المختلفة أنت تكون هاي السلع يستطيع كل الناس استخدامها مش بس الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل في إديهم أو في أطرافهم أو في البصر أو في السماء لا مثلاً ماكينات الصراف الآلي كيف يستطيع شخص كفيف استخدامها أنا بعرف في كل دول العالم حالياً المتحدرة ومن عشرين ثاني مش من جديد بدخل شخص البطاقة عنده بصير الماكنة ناطقة هاي الماكنة عبار عن جهاز سلعة يجب أن تنتج بمواصفات تتيح لجميع الناس استخدامها فبالتالي السلعة بتكون هيك أيضاً الخدمات خدمات الاتصالات خدمات المواصلات أيضاً يجب أن تكون ملائمي حتى يستطيع جميع الناس استخدامها نحكي عن سيارات أو حافلات مثلاً بصير فيها حالي من الميلان عند الرصيف كيستطيع الشخص الذي يستخدم كرسي متتحرك الوصول إليها نحن نجع نسألك أستاذياد أكتر خاصة أنك أنت عم تحكي عن تفاصيل كتير مهمة ويمكن الناس بشكل عام ما بتنتبه أساساً بنقص هاي الاحتياجات في المجتمع وبتغيل إنه إحنا بنكون سواسي أو بنكون نطالب في نفس الإشي إذا كلياتنا بنشعر بأهمية وجود هاي التفاصيل في الحياة اليومية سواء من واصلات سواء من زي ما أنت قلت حتى استخدام السراف الآلي كتير تفاصيل أكيد حتكون موجودة بس نجع لطارق نسألو كان فيه طرح في هاي الحملة أنه فيه هناك أهداف أو عمل من ناحية قانونية نحكي لنا كيف لأنه التفاصيل عم بحكي عنها زياد هي أكيد فيه دور للناس بسهي كمان دور المؤسسات أنها تاخد قرار بأنها توفر هاي الإمكانيات مضبوط الفكرة اليوم إحنا نمشي فيها هي توعية الأشخاص دوي الإعاقة وأهليهم كمان المجتمع في هذا الحق وكيف لازم أنا أسوي هذا الحق كمان إحنا فيه هنا جانب في هذا المشروع هو جانب شق اللي هو إعلام ومناصرة وتوعية في شق قانوني اللي هو أنا مشتنشقل عليه في المؤسسة في الشق القانوني اللي إحنا من وعي توعية الناس بالإضافة لاتخاذ إجراءات ضد بلديات الاحتلال والمؤسسات الحكومية لإتزامها لتنفيذ القوانين والقرارات التي اتخذت بملاءمة المباني يعني طارق القوانين موجودة والمشكلة في التطبيق؟ فعلياً اليوم فيهنا اتفاعيات دولية زي ما حكينا سلطة الاحتلال ختمت عليها معظم دول العالم من أكثر من 159 دولة ختمت عليها و 126 صادقات عليها الفكرة اليوم اللي موجودة أنهم المتزمين سووا في القرارات والقوانين موجودة في من 2013 بالنسبة لحق الموائم في لوائح وأنظمة سنة ويجب تطبيقها للاسف القدس الشرقية لا يتم تطبيق هذه القوانين ويجب تطبيقها بنسبة قليلة أكيد طارق خصية للقدس أس speculation نحن نحدث عن تعامل أيضاً مع بلدية الاحتلال في مستوى مختلف كمان من التعامل ومن التحدث الموجود في المؤسسات ممكن تكون هذه الانتيازات كلها تذهب للمؤسسات عملياً واقعة تحت الاحتلال وفي المقابل كل الإمكانيات والمؤسسات اللي يستخدموها الفلسطينيين أو المتاحة في المساحة الموجودة ممكن هذه تكون معفية من كل هذه الخدمات هل هذا صحيح؟ كمان مهم لإلما نفهم هذه التفاصيلية أكثر اليوم الفكرة أنه لازم هذه الخدمات تقدم بغض النظر لين رايح لمنطقة القدس الشرائية حتى في الضفة هذه لازم تطبق هذه في كمان أوامر حديد من الأوامر التي يجب أن مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي إعاقة ظروفهم واحتياجاتهم ظروفهم واحتياجاتهم للأشخاص في الحركة في التنقل في طريقة التعامل معهم الحملة هي تشتغل على القدس أو على باقي المناطق؟ الحملة هي تركزها في منطقة القدس الشرقية مع سلطات وبلديات الاحتلال لفي اتخاذ إجراءات قانونية اللي عم ناخدها ضد البلديات ضد المؤسسات اللي عم بتخالف هذه القوانين وهذه الأنظمة أستاذ زياد قداش بتشوف أنت جزء من مستشار مناصر وإعلام للمؤسسة وليهاي الحملة قداش بتشوف أنه دور الأفراد مهم ودور المؤسسات يعني مثلاً طارئ كان عم بيقول أنه مهم نعمل توعية لبوي الإعاقة لبوي الإعاقة هاي حاجة لإلهم هذا الشيء لهم بحتاجوه أبسكي لي أنت عن هاي الجزئية أو يمكن أنت تتفق أنه كمان الأشخاص نفسهم بحاجة يعرفوا شو حقهم أبسكي لي أكثر صحيح أشوف الأشخاص دوي الإعاقة أكثر ناس بعانوا بيعرف حقهم أنه هم لهم الحق في الحركة الحرة المستقلة الكريمة يعني بكل بساطة إذا لمدأ من بيتي أروح على أي محل أشتري أدروا على مسجد أدروا على دكان على مطعم بدي أتحرك بحرية بدي أتحرك بحرية وأمان هذه مسألة كمان دروح على أي محل آخر أنه الحرية الحركة والتنقل هي الطريقي للحقوق الأخرى لا يمكن أن أذهب لتلقي التعليم أو العمل أو تدريب المهنة أو العلاج إذا لم تكن المباني والمرافق التي تقدم في هاي الخدمات ملائم لا يمكن أن أذهب إلى البنك إذا كانت خدمات البنك تبتشوف اللبنوك بحط الكاونتر طوله متر ونص أيحد على كرسي متحرك يوشعر بالإهانة وهو خلف هذا الكاونتر المختشع مثل هاي الحملات أستاذ رياد برأيك شو الأثر ممكن تخلقه؟ بكل بساطة بتعلم الناس كل واحد شو ما سؤلته والسؤال اللي سألتيني يا أبل الحملة هاي بتخلي الأشخاص دول العاقة قادرين على أنهم وصلوا رسالتهم طريقة أفضل لعشان بعرفوا المعلومات الإضافية عن حقهم وكمان بعرفوا عن آليات المواجهة والخصومة مع الآخرين الذين لا يلتزموا بتطبيق هذا الحق هذا جانب جانب الأخر بعرف الجهات المسؤولة سواء صاحب العقار أو صاحب المكان الذي تقدم فيه خدمة عام إذا كان مؤجر مثلا مكتب بريد أنا مستأجر من واحد فشو معنى أنه يكون هذا مسهل؟ صاحب العقار مرة تبعرفش أنه لا يخسر مليما واحدا إذا حول مكان العام اللي هو يؤجره أو يمتلكه لشخص لمكان ملائم لأنه الضريبة تخصم منه من ضريبة الدخل قيمة الموائمة أو الملائمة تخصم من ضريبة الدخل السنوية هذا جانب الجانب الآخر أنه إذا كان هناك مكان تجاري أو عمارة تجارية أو مركز تقدم فيه خدمات تجارية مختلفة يصبح حدد الزبائن أكثر بكل بساطة لأنه مش بس المعقين أو الأشخاص دول الإعاقة اللي بوصلوا الأميات اللي معهم عربيات بوصلوا الشيوخ بوصلوا الحوامل المرضى الناس اللي عندهم أصحاب وأصدقاء عندهم إعاقة كل الأهالي المرتبطين من الأشخاص دول الإعاقة يفضلوا الذهاب إلى هذا تبتكي عن 10% من السكان عندهم إعاقة وكمان 40% من السكان مرتبطين بأشخاص دول الإعاقة وبالتالي المكان هذا يجلب الكسب والربح لأصحاب الأماكن هاي وهي نقطة ممكن يعوّل عليها وتم الاستثمار فيها زي ما أنت ذكرت وأنا متأكد كمان الأشي اللي أنت عم تحكي عن بلامس احتياجات عشرات ومئات من العائلات العام بتشوفنا طارق شو السقف اللي أنتو حطينه سواء قانونيا أو حتى اجتماعيا اللي بتكون تنفذوا في هاي الحملة أو بتطمحوا أن يكون حاضر يعني مع نهاية الحملة بالنسبة لأننا نحكي بالشقة التوعوي هي القدرة للوصول لأكبر كمية من الناس وتوعيتهم وتوعية أهاليهم وذويهم كمان أصحاب المصالح التجارية والمؤسسات المختلفة أنه في حقها دول الأشخاص في المواءمة والملاءمة كيف تنفيذها كيف التعامل معهم ويعملوا ملاءمة لهذه مبانيهم من ناحية قانونية اللي عم نشطل عليه الفكرة أنه الزام كل السلطات زام ما حكينا في البداية الزام السلطات في تنفيذ هذه القوانين وتقديم الخدمات هل في أي تجاوب صار معكم من بقت مبادئت وفتحتوا هذا النقاش؟ في بداية لا زالت نحن في إطار المراسلات والتعامل مع بلديات الاحتلال لحد هل ما فيه أي تجاوب فعلي اللي احنا منقدر نقول لنا أنه السلطات بلشت تاخد هذه الإجراءات يعني الواحد مرات يرفع الصوت ويرفع صوته تجاه هذه القضايا هو أفضل من أنه كمان الواحد يسكت عن حقه المشكلة هي المشكلة الموجودة كمان إحنا في المجتمع المغدسي عدم الوعي الكافي للأشخاص والعلاقة وأهليهم والمجتمع في هذه الحقوق وعدم الوعي في المطالبة كيف يطالب في هذه الحقوق بالإضافة كمان لأنه زي ما حكينا أنه منطقة الأوتسي منطقة في أنتها حساسية خاصة ومشكلة خاصة في تعمل فعلي الخضر للأسف يعني يمكن المعاناة والتحدي بيستمر مع ذوي الإعاقة يعني هذا حق ولكن هو كمان بحاجة لانتزاع هذا الحق ويكونوا كمان دائما يعني حريصين عن أنه يكونوا يطالبوا فيما أنه يجب أن يعطى لهذه الفئات الحقوق لا تعطى تنتزع هو في هذه الحالة يجب أن تعطى ولكن يعني كمان هو تحدي آخر يضاف لذوي الإعاقة من التحديات الخاصة فيهم وصد زياد أخيرا في أقل من دقيقة بما أن هذا المشروع واحد من أهدافه هو التوعية شو في رسالة بتوجهها في أقل من دقيقة تفضل؟ رسالتي للأهالي أنه لا تترددوا في المطالبة بحقكم في الملائم لأبنائكم الرسالة الثانية لأصحاب الأماكن العامة والله أنه مكسب لكم إذا كانت مبانيكم مسهلة لأنها بتفيدكم أيضا في حالات الطوارئ والحريق والفيضانات وفي حالات التجارة يعني في كل المناسبات الملائم تفيد جميع الناس وليس الأشخاص دوا العاقة فقط وهي مظهر حضاري ولا يؤثر على مظهر المكان العام ولا على قيمة التاريخية ولا حتى على الدخل نزيد جمالا شكرا لكم كثير وبتمنى لكم التوفيق وتحقيق أيضا نتائج المجروف من خلال هذه الحملة يعطيكم ألف عافية يعني نستطيع لختام الحلقة أنا مستمتع بفكر أنه إحنا لسا فاصل وصلنا لختام حلقتنا لهذا الصباح شكرا لكم على حزن المتابعة اللقاء في الله يصبحكم بالخير يتجدد غدا الساعة التاسعة صباحا من يوم منتاقم العمل أجمل التحيات وإلى اللقاء اشتركوا في القناة